أعزائي المشاهدين الفقرة دي بقى جايب لكم حاجة مفاجأة رائد من رواد الأعمال في صناعة الألموتال في كتير من المشاهدين مش فاهمين صناعة الألموتال واصلت لغاية فين الموضوع بقى فيه ازدهار بشكل كفازات رائعة في الوقت الحالي عشان كده حبينا نستطيف واحد عنده خبرة بشكل كبير جدا معانا بيفي الكريم الأستاذ محمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة ألموتك ألموت ألم بحضور سهلا خير يا أستاذ محمد سهلا سهلا خير يا أستاذ محمد في البداية عايز أفهم منك شركة ألموتك الناشقة بتاعتها كانت إزاي وقدرت توصل للنجاحات دي إحنا شركة بدأت ناشقها بحاجة زغيرة بورشة زغيرة يعني البداية كانت ورشة ورشة زغيرة وكان الفكرة إن إحنا شغالين في شركة بتاعة ألمينيوم كبيرة شركة ضخمة فإحنا كان نفسينا نبقى زيها فبدأنا إن إحنا نقول هناخد الرزق وننزل السوق تمام فبدأنا ننزل السوق كان عند دراسة طبعا آه دراسة مش قوية نزلنا السوق وأخذنا الرزق وبدأنا بورشة زغيرة وبعد كده لقنا الموضوع كويس كان ممت آه جدا ده سنة كم؟ آه سنة آه 2011 أو آه 2012 تمام بعد الثورة بس على طول آه آه وخذنا الرزق وآه وقابلتنا صعبات بسيطة في البداية طبيعي آه علشان دراسة الجدوة ما كانتش قوية آه آه اتصدامنا في السوق آه ما كناش متوقعين السوق بيبقى بالشراسة دي فامن هنا بدأت شركة ألماتي لما قابلتك الصعوبات دي خليني أعرف أنك عملت إيه عشان تتغلب عليها آه اتعلمت آه خسرت واتعلمت وقفت تاني وكملت وآه واجربت السوق عامل ازاي آه دفعت ومنجيب يقف الخصارى علشان أحس أن أنا اتعلمت منه وبدأ دي اقوم تاني من قوله جديد طيب أستاذ محمد صناعة الألموتال عامة في مصر كتير من المشاهدين كان فيه شركة مصرية معروفة على وجه التاريخ يعني بقالها سنين وحفظين حتى إعلانها خليني أعرف منك إزاي قدرت توصل للمكانة دي مع شركة ألموتك يعني في البداية خليني أعرف منك الخدمات اللي بتقدمها الشركة إيه إحنا شركة مصنعة للأبواب والشبابيك الألموتال بنعمل باب وشباك زي أي شركة موجودة في السوق ولكن بطريقة احترافية إحنا بنحاول نوصف الفتحة المعمرية الفتحة بتاعت الشباك إحنا العميل بيجي لنا عاوز شباك ألموتال لا إحنا مش هندله شباك وخلاص إحنا بنوصف الفتحة دي هينفع تشتغل قطاع إيه سعر القطاع ده عامل إزاي نفيد العميل بقطاع قويس وبتكلفة أقل من هنا بدأنا شغلنا وبدأنا نطور من نفسنا بالطريقة قدية طب خليني أفهم منك أنا دلوقتي لو عميل جاهلك عندي بودجت محددة أو معايا ميزانية محدودة هل ينفع إن حاج بتكون فيه فرايتي أو فيه تنوع في الخامات اللي حضرتك بتقدمها لي في نفس الوقت تكون واخد جودة كويسة وبسعر أقل ولا بيبقى عندك فيه سقف ما ينفعش نقل عنه في الفلوس بقى طبعا ينفع 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 زي ما قلت لحردك نوصف الفتحة المعمرية إحنا عندنا فتحة كبيرة شباك نقدر نستخدم له خامات بسعر عالي نوع الكتاع نفسه فيه فتحة صغيرة نقدر نستغل الكتاع صغير بسعر أقل فنفيد العميل فنشوف البودجت بتاعه إيه ونبتدي نوصف الكتاع على البودجت بتاع العميل طب أنا فريق الأعداد لما جاي يدرس شركة ألموتال لقيت إن حضرتك مش شغال في مجال الألموتال بس أنا لقيت إن فيه غرف زجاجية وفيه كابينة للشاور وفيه شغل كدير جدا بيتعمل وفي نفس الوقت باحترافية بداية حضرتك كنت بتشتغل في الأبواب والشبابيك بس في صناعة الألموتال ولا كانت الغرف الزجاجية دي موضوع بادي معك من السر لا طبعا ده الغرف الزجاجية دي لسه بدأ بقالها أكتر من سنتين أو ثلاث سنين معانا وده اكتسبناه خبرة من السوق نفسه إن إحنا نطور من نفسنا كشركة ما نشتغلش في الأبواب والشبابيك فقط حالك ممكن تكلم شركة ألمنيوم هتلاقي عندها باب وشباك بالضبط لكن مش طبيعة تكلم شركة عندها باب وشباك وشيش حصيرة ومريات مديقة وشاور وكل أنواع الديكور اللي ممكن تستخدمه في بيتك إحنا من هنا طورنا نفسنا اشتغلنا على نفسنا في النقطة دي إن إحنا منبقاش إحنا بنشتغل في مجال الألمنيوم فقط إحنا بنشتغل في ديكور كمان طيب مجال الألمنيوم أو الألمنيوم بشكل عام بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا وخلينا أقول لك عليها كتير من المجاهدين فاكرين إن أنا أي شركة في الصناعة دي هتجي إن أنا أتعامل معها عمري ما هاخد معاه التسليم ويطلع مظبوط إحنا عندنا ما فيش المعادلة دي خالص كلام جميل أنا بقى عايز أعرف أنا دلوقتي لو جاي عندي شقة حبيب إن أنا أشطبها من ناحية الألمنيومتال هتاخد مني وقت تأديه إحنا عندنا عندنا تيم وورك بيشغل بطريقة بسيطة جدا عندنا العميل بيتتصل بالتليفون بندله معاد من يوم ليومين لرفع المأساد كمان بناء على إيه بناء على جدول موعيد في مناطق منطقة العميل فين مين هيرفع المأساد فبنبتدي نوزع رفع المأساد في المعادل لمنطقة بتاعت العميل طب إحنا معنا يومين كده رفع المأساد بعد كده عملنا كوتيشن والعميل وافق عليه تمام بنبتدي بيبقى فيه عقد بيني وبين العميل لموضة أسبوعين لثلاث أسابيع بناء على إيه الأسبوعين أو ثلاث أسابيع بناخدها على مستوى الشغل اللي عندنا عدد الأمطار اللي هنطلعها في قد إيه في نفس الوقت بنفاجئ العميل إن إحنا قبل المعادة بنكون جاهزين يعني أنا قبل المعادة حضرتك بتتكلم في ثلاث أسابيع كحد أقصى قبل المعادة بنكون الموضوع كله جاهز ساعة بيكون أسبوع أو إحنا عندنا على الصفحات بتاعتنا العملة بتشهد بكده طيب اللي ستايل يعني كل عميل بيبقى له بصمة يعني كمنت الشاور بالذات بيكون لها تصاميم كتير جدا أنا دلوقتي لو عميل جاء لحضرتك وما عندي صورة تخيلية إيه المناسب لشكل المكان عندي إزا بتقدر تعرض قدامه التصاميم دي وإن هو يقدر يختار ما بينها اللي عنده نبتدي إنه الصفر والفتحة دي هينفع فيها شاور أكليريك ولا سيكوريت ونبتدي بناء عليه نوريه له أشكال مناسبة للفتحة اللي عنده طب بما أن حضرتك بقى ذكرت سابقة الأعمال أنا عايز أعرف منك سابقة الأعمال اللي معنا كل حاجة تفصيلها إيه ماشي تفضل ده شبابيك في شاليه نوع الكتاعة ده إيه في الساحل الشمالي النوع الكتاعة ده اسمه سوناتا تابع كتاعة شريفة على حسن وإزاز سوكوريت طيب جودة الحاجات دي بتبقى أخبارها إيه ألا أنا مثلا بيكون معي ضمان عليها ألا الموضوع بيكون احنا بيطلع عندنا ضمان بتلات أنواع احنا بيطلع عندنا ضمان على التصنيع وده بيكون من سنة لسنتين بيطلع عندنا ضمان على الديهان نفسه ده بيكون من عشر سنين لخمساشر سنة كمان عندنا ضمان تالت من الشركة الأم نفسها اللي بتدينا القطاع يعني العامل يقدر يكلم الشركة ياخد منها ضمان على القطاع ما يكونش قطاع مضروب فبندي ثلاثة أنواع من الضمان والثلاثة بيكونوا في قبل العامل موجودين معي طيب خدمة بعد البيع كده عندك ممتازة جدا بس برضو في حاجة التواصل بيكون إزاي يعني أنا دلوقتي خدت من عند حضرتك القطاع وحصل في مشكلة طبعا بتواصل مع خدمة العاملة عندك الأول ولا بتواصل مع شركة الأم بشكل ضعير كتير لا معنا طبعا عشان أنا المصنع الشركة الأم نفسها هدفها أن القطاع يكون بتاعها ما يكونش قطاع مضروب لكن أنا المصنع يجب أن يتعامل معي بطريقة مباشرة وهنا بيبتدي يرجع لخدمة العاملة عندنا وبنسبة أكبر أنا اللي بتابع مشاكل العاملة ده لو موجودة مشاكل طيب مكومات المشروع ده عشان كتير من الشباب بيبتدوه بيكون إيه المعايير اللي أنا محتاجة عشان أبتدي أفكر إن أنا أخش في صناعة العلمونيو إن أنا أفكر أخذ الرزق الرزق فيه مننا كتير بيخافوا إنهم هياخدوا الرزق فلا أنا أقرر إن أنا أخذ الرزق السيولة المادية اللي معايا مبدئياً مفروض يكون كامل إحنا في دولة أساساً السيولة المادية دي آخر حاجة نتكلم فيها لأن الدولة بتشجع الموضوع الصناعة بقوة فبتوفر لنا قروض إحنا البنوك بتتحيل علينا عشان ناخد قروض عشان نقدر نشغل شغلنا فده آخر بند الواحد ممكن يفكر فيه موضوع أبتدي إزاي طيب أنا فهمت منك إنه بيكون فيه كتير من الدزاينات أو التصميم المختلفة العميل بيتفرج عليها وعلى أساسها بيبتدي يختار التصميم طب أنا دلوقتي اخترت التصميم تدى التنفيذ وبالفعل اتعمل وشكله حلو جداً جاء العميل بعد كده حاب إنه هو يعمل إضافات أو تعديل هل ده بيكون متاح عندك ولا خلاص الموضوع يتنفس فما ينفعش فيه أي تعديل لا طبعاً ينفع نعدل بيكون إزاي الألية؟ إحنا عندنا مدة تصنيع الجدوة اللي زي من اللي إحنا حطينه للعميل العميل يقدر يعدل في خلال المدة دي جينا نركب الشغل والعميل حاب يعدل بعد كده خلاص بنبتدي عقد جديد بمدة جديدة نبتدي نعدل للعميل لكن كتعديل ما عندهش أي مشكلة خلاص طب استوك الماتيريال أخبره إيه؟ هل فيه عند حضرتك استوكات موجودة ولا بيبقى عندك فيه مشكلة في الماتيريال والخمات؟ لا لا بالستمرار بيبقى موجود عندنا استوك بالذات بالقطعات اللي هي شغالة بالستمرار في السوق يعني إحنا عندنا الباب والشباك شغال بتلق قطعات موجودة في السوق فباستمرار لازم أن يكون عندنا استوك بألوان شغالة بمعنى إحنا عندنا لون أوفايت موجود في السوق شغال باستمرار إحنا بيبقى عندنا منه استوك الإزاز إحنا عندنا مصنع إزاز أنا دلوقتي لو حبيت أعمل كابينة شاور مثلا على سبيل المثال هل الموضوع بيكون بتحساوي مثلا بالمقاسات ولا بيكون بالقطعة يعني التعامل مع بعض حيكون إزاي إحنا عندنا ميزة في الشركة إن إحنا مش بنشتغل زي السوق بمعنى السوق بيشتغل بسعر المتر طيب أنا النهاردة العميل عنده أكتر من كابينة والأكتر من كابينة دي هتوفر معاه في الماتيريال في الخامة فأنا ليه أشتغل معاه بالمتر أكسب منه أكتر من 30% لا أنا بحسب الخامات اللي أصرفها وحط مصنعياتي وحط مكسبي وابتدي أخلي العميل تشغال معايا باليونت يعني بتبقى مؤيسة بالوحدة بالوحدة تمام وهنا بفيد العميل كمان بفيده بسعر أقل بنفس الجودة نفس الخامات طيب خليني برضو أعرف منك عشان أنا فهمت إنك محاقة معادلة صعبة ما بين الجودة وما بين السعر أفريج أو متوسط سعر كابينة الشوار كام عندك مش هنقدر نحدد سعر كابينة متوسط من ألفين ونص لتلاتة ونص من ألفين ونص لتلاتة ونص طبعا على حسب المتيري حسب المتيري وحسب الميز طب فيه كتير من المشاهدين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي بيبقى عندهم شكاوي بالذات من موضوع كابينة الشوار دا على وجه الخصوص فيه ناس كتير بتبقى خايفة من موضوع اختلاف درجات الحرارة وإن الإزاز يبقى فيه مشاكل فيه كتير من السيدات ومن الزكور بيبقى الآن إن الإزاز دا ما يبقاش بالماتيريال أو بالجودة إن هو ما يحصلش فيه أي شرخ أو طاقة أو حاجات زي كده خليني أعرف منك الإزاز اللي بيتم تركيبه بيكون له معايير أو مواصفات معينة خاصة طبعا وإيه هي؟ طبعا الشوار بالذات لو إحنا بنكلم عليه بالأخص إحنا بنشغل بنوعين متيريال لإزاز سيكوريت لأكليريك والإزاز السيكوريت هو من الإزاز السيفتي درجات حرارة وخبط على الإزاز لكن هو ضعيف من الأطراف بتاعته وهنا لما بنكون إحنا عاوزين خامة أقوى بنتجه للأكليريك الأكليريك ولا بيكسر ولا بيتشرخ ولا بيحصل له أي مشكلة بس فرق لسع بس كده طب الفرايتي في التصميم حضرتك عارفت دلوقتي أي بيت بيتفرج علينا أول حاجة بيعملها بيخش على النت يكتب أحدث تصميم الألموتال للشبابيك أو للببان أو حتى كمال لكبان الشوار ويبتدي يختار التصميم بتاعه هل بيكون عندك المرونة إن أنا أقدر التصميم ده أنفزه يعني كفريستايل ولا الموضوع لأ أنا فيه استنباط عندي جاهزة لازم أعمل التصميم بشكل واحد أو اثنين أو ثلاثة لا طبعا إحنا إحنا مصنعين كلمة مصنعين دي إحنا بنشغل زي الفن التشكيلي إحنا نقدر نجيب الخامة ونشكلها زي ما إحنا عاوزين إحنا بيقولوا علينا في صناعة الألمنيوم أو مصنعين الألمنيوم إحنا فنانين ليه؟ علشان إحنا بندل العميل اللي هو عاوزه بطريقة فنية كويسة فما نكبرش العميل على تصميم معينة اللي هو عاوزه إحنا بننفزه له يعني أي تصميم في إيه؟ وإحنا بنعمل ده في الجلاس روم هي غرفة إزازة إحنا بنعملش كده إحنا بندخل أكتر من نوع ماتيريال في الغرفة علشان ندي العميل جودة كويسة ومتانة وسعره إليه طب خليني أقولك أي تجربة فريدة وبتكون نجحة زي تجربتك لازم يكون فيه شركاء للنجاح ده طبعا عايز أعرف شركاء النجاح عندك مين؟ وفي نفس الوقت إزاي قدروا أنك مع بعض توصلوا للمنظومة والمعادلة الصعبة دي؟ شركاء النجاح عندي كتير جدا لو قلنا لو بدأنا بالأسامي هنقول كريم وهنقول سناء وهنقول محمد وهنقول مصطفى هنقول هنقول كتير مين دون؟ ده التيمورك أنا شركاء كلهم فعلا هم التيمورك من تحت منظومة ألموتك كلهم مش بيشتغلوا علشان هم مجرد شغل هم بيفننوا بيفننوا وبيبتكروا وبتعاملوا مع عاملة حسن بيتعاملوا مع العميل مع عاملة حسن فبالنسبة لي شركائي هم الناس اللي شغالها معايا طيب خليني بقى أستغل وجودك معايا ونقدم عرض تسويقي من شركة ألموتك لكل مشاهدين برنامج حكاوي اليوم إحنا الطبيعي إن إحنا بند العميل خصم على الكوتيشن من 2% ل3% إحنا النهاردة من خلال البرنامج هندي عرض مختلف خالص إحنا هندي عرض 17% خصم لمدة 17 يوم يعني 17% خصم لمدة 17 يوم أنا كنت سعيد جداً باللقاء بأخذيك لأسود محمد أعزائي المشاهدين الفكرة الجاية فكرة مهمة جداً العيد الكبير قرب حنتكلم عن الأطحيات وإزاي نقدر إن إحنا نقدي فرائد الأطحية بشكل صحيح وإيه مقومات الأطحية انتظرونا